السؤال هنا أين تكمن الفائدة للمواطن؟ هل بإعطاء لولوية للصادرات والإنتاج والتوظيف أم العكس؟ إذا أصبح لدينا صادرات هذا مؤشر على ماذا؟ على أن هناك صناعات وإذا أصبح لدينا صناعات هذا ماذا يعطينا مؤشر؟ على أن هناك حركة اقتصادية حقيقية تتهيكل من خلال المعامل والمصانع أي تحققت نسبة نمو من خلال قطاعات صناعية وأرقام للعمالة بأزدياد يعني هذه الدائرة الاقتصادية هي تدل على دعم توظيفي دعم للمواطن التركي من خلال إقامة الأعمال وليس إغراق الشعوب بالديون يعني هناك بعض الدول استخدمت الفائدة المرتفعة واضطرت الشعوب أن تستدين وأعطت تسهيلات في الإقراض من خلال البنوك وأصبحت الشعوب تعمل لتزديد الديون وليس لتأمين وفرة اقتصادية أنا أعتقد أن هذه الأشهر تقريبا من ثلاثة إلى أربع أشهر ستكون أشهر صعيبة على الاقتصاد التركي لماذا؟ لأن لدينا أولا بعض أوقات الآن حان بعض أوقات التزديد من بعد شهرين تقريبا لبعض الديون للمؤسسات الخاصة التركية يجب أن تسددها للبنوك الأوروبية هذه الديون كانت بمعدلات اليورو والدولار يجب أن تسدد باليورو والدولار هذا ممكن أن يعاني منه الليرة التركية وممكن أن يحدث هناك بعض الأثرات السلبية لهذه الديون لكن اليوم أن تتخلص من الديون خير لك من أن تتدين المزيد أو تمدد هذه الديون بقيمة فائدة أعلى هذا السبب الأول السبب الثاني لدينا أيضا أن اليوم نهاية العام دائما في تركيا هو يشهد تباطئ للنمو ومن خلاله ممكن أن يصبح لدينا أيضا بعض لضعف الحركة الانتاجية ولكن الاقتصاد التركي يمشي في الاتجاه الصحيح وخاصة ممكن من بعد تخفيض الفائدة أعتقد ممكن أن تخفض الفائدة خلال الشهر القادم أو على حد أقصى الشهر الذي يليه بأكثر من مئة تركيز